ما هي وسائل التمويل التي تختارها الأبناء وشركات التمويل؟ لكي تخلقوا تنمي المقاولة لك، يجب أن تعرف وسائل التمويل التي تناسب مع المشروع والحاجيات لك. هذه الوسائل يمكن أن تلخصها في جوجة الأنواع. أولاً، وسائل التمويل للإستثمار، فنانسمن داًفستيسما، وليتتخليك تشري المحل ديالك وتأتيت ديالو، وتتمكنك أيضاً تشري آلات الإنتاج وحتى وسائل النقل. هذا النوع ديال التمويل غالباً ما تغطي عدة سنوات من الأمد القصير حتى الأمد البعيد. النوع الثاني هو تمويل حاجيات سيار اليومي ديال المقاولة. المسألة هنا تتعلق بتمويل الخزينة، وتلبيات حاجيات كما السوق، أو عمليات تصدير والاستيراد، أو بكل بساطة تمويل حاجيات خاصة بأنشطة موسمية. وهذا النوع الثاني للتمويل مختلف على التمويل الاستثمار، حيث يكون على المدى القصير ويحتاجون له باستمرار. كيف تمكن من تمويل هذه الحاجيات؟ عندك عدة حلول، التمويل الذاتي، والمقصود به أنك تمويل المشروع من المال الخاص ديالك، أو الاستعانة بالعائلة والأقاريب، اللي قدروا يساهموا في تمويل المشروع ديالك، ويمكن كذلك تستفد من مجموعة من البرامج ديال التمويل اللي وضعتها الدولة لصالح تشجيع المقاولات وتنميتها. وهناك أيضا وسائل أخرى بحل سنادق الاستثمار، والتمويلات الجمعوية، وفي الأخير، كان كذلك وسائل التمويل اللي قد تقترح الأبناء وشركات التمويل. سنرى في هذا الجزء الأول الحلول اللي قد تقترح عليك المؤسسات المالية. كيف مكنت طبيعة المقاولة أو الحجم ديالها؟ المستشار البنكي ديالك، سيقترح عليك عدد من حلول التمويل اللي تتناسب مع حاجياتك. أولا قروض الاستثمار، قروض الاستثمار، هي وسيلة تمويل فيها مرونة على حسب حجم المقاولة ديالك، وتقدر تغطي في جميع مصاريف برنامج الاستثمار، بما في ذلك الشراء العقار والآلات ووسائل النقل، وتقدر أيضا تغطي حاجياتك للفوندغولما، والتي هي مصاريف تانوية التي ترتب على الاستثمار، بحال تكاليف الدراسات والمونتاج للآلات إلى آخره. يمكن القرد البنكي يوصل في هذه الحالة حتى 100% من برنامج الاستثمار، ويمتد على عدة سنوات، المقاولة يستعني أيضا بواسيلة تمويل المعروفة بالليزين، إذا اخترت التمويل عبر الليزين، ستستجب متطلبات الاستثمار، بحال اقتناء وسائل النقل المهني، المعدات الصناعية، الحواسيب والأنظمة المعلوماتية، وأيضا تأتيت وتجهيز المكاتب، القرد العقاري، من بين وسائل تمويل، يوجد أيضا القرد العقاري، الكريدي إموبيليا، الذي يمكنك أن تشري، أو تجدد المحل التجاري، أو تشري بقعة أرضية، وتبنيها، وتصبح هي المقر المهني من الشركة. ثانيا، استغلال وحاجات السيار. بعد أن تحدثنا عن قروض الاستثمار، سوف نتحدث عن وسائل تمويل خاصة، بحاجات السيار اليومي، للمقاولة لك. أولا، كنت سهيلة صندوق، فاسيليتي دوكيس، وهي أشكال بسيط الكريدي، تقدم البنكة للزابون، والمقصود، أن البنكة تسمح للزابون يصرف من الحساب الجاري، أو من حساب الشيك، وخامة عنده رصيد، وهذا، بلا ما يفوت واحد المبلغ، وواحد المدة محدودة. المبلغ والمدة ديال هالتسهيلات، كتكون بحسب الحاجيات والمداخل ديال الزابون. هاد الوسيلة ديال التمويل، كتمكنك بشتواجه الحاجيات والمصاريف اليومية، بحل الخلاص ديال الفاتورات، الأجور ديال الخدامة، وغير هامل المصاريف اليومية، وهذا شيء عندما تدخل الفلوس، وتسدد المبلغ الذي استعملته في الفاسيليتة ديالك، ثانياً، القرد الموسمي، في هذا القرد، يمكنك تغطي حاجيات ومصاريف الخزينة، وتموّل السلعة لك، مثلاً، في الأعياد بحل عاشورة، وعيد الأضحى، وكذلك في شهر رمضان، أو بعض المواسيم بحل الصيف، أو الدخول للمدرسة، هذه المواسيم التي تطلب أن يكون عندك تغطي كافل تلبية الطلاب المرتفع، ثالثاً، الخصم، أو الإسكنت ديفي، والذي عبره، البنكة تسبق لك مبلغ التريطات لكيانك، على ما يخلصك، هذا التسبق للبنكة، سيساعدك لتواجه الحاجيات اليومية للخزينة، الضمانات الإدارية، من وسائل تمويل الحاجيات اليومية، لديك أيضاً الضمانات الإدارية، التي توفرها لك البنكة، والتي تمكنك من المشاركة في طلبات العروض العمومية والخاصة، المخشي بيبليك و بخيفي، وتمكنك من تخفيف العبء على الخزينة، وتقويل حضورك، لكي تفوز بهذه العروض، المخشي، الفاكتورينج، لديك أيضاً وسيلة التمويل المعروفة بالفاكتورينج، الفاكتورينج هو تحويل ديول على الضبناء لبنكة، وهي تتكلف بالتحصيل لها، وهذا يمكنك لكي تواجه الحاجيات الخزينة بتعبئة المستحقات الخاصة لك، في الختام، واحد ناصحة، لا تبقى معزول، تعرف على المهنيين والمنظمات التي يمكن تصنطلك ويوقفوا بجنبك، ستجد موقع دار المقاوين، جميع المعلومات المفيدة، ستقدر عبر الموقع، تتصل بشي مستشار بنكي، اللي ينصحك، ويعطيك المعلومات اللي محتاجها، في هذا الفيديو، رأينا حلول التمويل، التي تتقدمها لك البنكة وشركات التمويل، وفي الفيديو اللي جاي، سنرى فيها وسائل، وبرامج الدعم اللي وضعتها الدولة، اللي تشجيع إنشاء وتطوير المقاولات، حد سعيد، ترجمة نانسي قنقر